حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى يوم أمس منافسات بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي انطلقت في منطقة سامورين بجمهورية سلوفاكيا الصديقة بمشاركة الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي وشاركت مملكة البحرين في بطولتي الفرد والفرق ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة المستقبلين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي حضر منافسات البطولة بالإضافة لمجموعة من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المهتمين بهذه الرياضة العريقة كما تبادل جلالة الملك المفدى الحديث الودية مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وذلك حول العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الدور الذي تلعبه رياضة السباقات القدرة في تعزيز أواصر التعاون بين الدول المختلفة ومد جسور التفاهم والتعارف وتعزيز قيم المحبة بين شعوب العالم بعد ذلك تابع حضرة صاحب الجلالة منافسات هذه البطولة العالمية والتي شارك فيها فرسان من مملكة البحرين إلى جانب فرسان 45 دولة من مختلف دول العالم حيث تعتبر هذه البطولة من أهم وأكبر بطولات الاتحاد الدولي للفروسية وتعد المشاركة والفوز بها هدفا لكل الفرسان في العالم وقد أعرب صاحب الجلالة العاهل المفدة حفظه الله ورعا عن شكره وتقديره على ملقيه من ترحيب وحسن استقبال وعلى موافرته جمهورية سلوفاكيا من كافة الإمكانيات للمشاركين في البطولة هذا وقد قدم جلالته هدية تذكارية إلى الفارس موشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة الذي حقق المركز الثالث في بطولة العالم وهي عبارة عن سيف بحريني حيث تفوق سموه على أكثر من 140 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم والأول على الفرسان من الدول العربية المشاركة في هذه البطولة بعد أن حققت أسبانيا المركزين الأول والثاني في البطولة مشيدا جلالته بالمستوى الكبير الذي قدمه سموه في المراحل الخمس السباق مهنئا سموه والفريق الملكي بالإنجاز الكبير الذي تحقق في هذه البطولة كما شكر جلالته أشيخ خالد بن عبدالله الخليفة النائب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية على افتتاحه بطولة العالم القدرة نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي للفروسية وعلى التنظيم الراقي والإعداد الجيد وتقديم مختلف التسهيلات للفرسان المشاركين ترجمة نانسي قنقر نعم مشاهدين الكرام متواجدين هنا مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين طول العمر نحن شاكري لك أول شيء وسعيدين جدا باستضافتك عبر قناة ياث والله أنا اللي شاكر لكم جهودكم الكبيرة في يعني توعية الناس عن هذا الرياضة الأصيلة فالمناسبة نشكر اسمه الشيخ محمد بن راشد اللي شجع وأسس وشجع كذلك دول أن يكون عندها هذا النشاط وإحنا مشاركين كأخوة لكم والنتيجة واحدة نتيجتنا فوزنا ولا فوزكم واحد فوز الإمارات فوز البحرين ومشاركة البحرين مشاركة الإمارات بالتأكيد طول العمر شو انطباعك عن المشاركة البحرينية اليوم المشاركة البحرينية على مستواها دائما في المقدمة يعني تشارك وتنافس هذا روح الرياضة بس أن تكون بروح رياضية تحدي بروح رياضية هذا شيء عظيم طول العمر في مملكة البحرين رياضة القدرة صار لها باع كبير في السنوات الأخيرة صار فيه اهتمام كبير من سموكم ومن سموه شيخ ناصر بن حمد أيضا في هذه الرياضة شو اللي تطمحوا لشو الخطوات القادمة بالنسبة لرياضة القدرة اللي لاقت اهتمام كبير في الإمارات وفي مملكة البحرين والله أقول هذا عند ابن ناصر وعنده استراتيجيته وسياساته في الخير وفي الرياضة ومحول يسمع لكن هو اليوم قدوة الشباب فجابوا شباب البحرين نتائز طيبة في مختلف الأنشطة الرياضية لأنه بنفسه يشارك وينافس ويقبل المنافسة وبروح رياضية يعني انفاز هنو وانخسر هنهم هذا أهم شيء والعمر شكري لك جزيلا شكر مرة ثانية على تواجدك معنا في خناك شكرا شكرا وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين ومثلة في الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تحرص على المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية لتعزيز التواصل والتعارف بين مختلف فرسان العالم وبما يسهم في تبادل واكتساب المزيد من الخبرات حول مستقبل أفضل وواعد لسباقات القدرة العالمية وأثناء جلالته على المشاركة الإيجابية لفرسان الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في هذه البطولة وبما حققوه من نتيجة مشرفة وبالإنجازات التي يحققونها في مختلف المشاركات الخارجية والتي تشرف الوطن وتؤكد الروح المعنوية العالية والمستويات المتقدمة التي يمتلكها أبناء البحرين منوها جلالته بأن فرسان مملكة البحرين قادرون على إثبات وجودهم في المحافل الخارجية وأن استعدادهم الدائم لحصد المراكز المتقدمة هو تعزيز لمكانة الوطن ورفع عالمه في كافة الميادين والمحافل مؤكدا جلالته على النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في رياضة سباقات القدرة على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال مشاركاتها في العديد من المسابقات والبطولات الدولية والتي عززت من مكانة هذه الرياضة في المملكة وتطورها وأعطت الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وتألقهم في مختلف المنافسات كما أشهد جلالته بالتعاون القائم بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والاتحاد الدولي للفروسية خدمة لهذه الرياضة العريقة التي تحظى بشعبية عالمية كبيرة منوها جلالته بأن مملكة البحرين تعد من الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربي الأصيلة والمسجلة في منظمة ألواه والتي تشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها للسباقات وأشهد صاحب الجلالة بالجهود الموفقة التي يوليها ولي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سبيل تطوير رياضة السباقات القدرة والوصول بها إلى مستويات أفضل والارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة منوها جلالته كذلك بدور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لتعزيز هذه الرياضة وحرصه على المشاركة في المنافسات الإقليمية والعربية والدولية وتمنيا لفرسان البحرين كل التوفيق ومواصلة تحقيق أفضل النتائج في السباقات القادمة السباق ما كان بسيط نحن كلنا قدينا الواجب اللي أنا قمت بقلت أوفيت بواعدي أني بمشي على الخطة اللي أنا رسمها ولله الحمد هذه الخطة ودتني للأمام وفي مقدمة الفرسان والتوف 5 الحمد لله أعتقد أن يا المركز الرابع والثالث لحد لها ما تحدد بعد عصاة الخير الباقي بس أتوقع أتوقع ثالث أتوقع ثالث لكن لو سألتك عن السباق اليوم شين الخطة كانت؟ الخطة مثل ما خبرتك الخطة موفق رأت مثل ما خبرتك رائد هذا عضو فريقي يكون في الأمام ويسحب ويأخذ الرزق وأنا حصاني أنت تعرفه يا مركز الخامس في كاس رئيس الدولة حصان ما يمشي بيس قوي يمشي بيس واحد من الصبح إلى الفنش تفاجأت المرحلة الأخيرة أنه ما نزل عن واحد الثلاثين لحصان في البيس يوم ضاء المراحل كلها يمشي 25-24-25-24-24 من الانطلاق بس يوم طلعت المرحلة الأخيرة ما شاء الله عليه يعرف أن هذه مرحلة أخيرة يعني أبغي أهدي وهو يروح بروحة ما شاء الله عليه لين ما وصل الفنش وأنا ما طلبت من الأحصان أبدا نحن دائما نثني على جهود اللي تأتينا في التوجيهات جلالة الملك وصاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد اليوم كانوا متواجدين وكيد كان لهم دعم تكلنت معهم أكيد أنشرت في أكثر من نقاش بس في عرش اللي صار والله هم موجودين وإذا هم موجودين وخيرنا ما تأدي شيئا على ظهورنا ونركض بها الشيخ محمد وجلالة الملك موجودين لازم أننا نعطي أمية بالمية من جهودنا كلها وجود أمويانا بس يكفي وجود الشيخ محمد في هذه الرياضة هو شريان هذه الرياضة الآن المستقبل بالنسبة لرياضة القدرة في مملكة البحر والله نحن نتعلم منكم ونحن نستفيد هذه الخبرة منكم أني ونشارككم مثل موسم اللي طاف نحتك وياكم وتغلبونا 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 لكن هذا اللي إحنا يطورنا ويفيدنا صراحة الله لكم طلعات الشيخ لازم لنا طلعات على أقل الخيل الحمد لله نقدر نحصل للكوالتي اللي يقدر على الأقل يبرز نفسه من بين هالكثرة أنا أشكر جزيز شكر وقل لك ألف مرحب الله يطول عنك مشكورين مشكورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر